ماشي المقاولين والزمنك ودا كان طوال آلواcrire كان اص etmeلين اللي هو الأسألقي حاجة باء من قرية عليك مو ahora لك المقاولين وجمالك مستحيل مستحيل أشد الموته شايمين يتوقع انه المقاولين يخسر ستاة في الوضع اللي في الزمالك حساس الزمالك انه مش في افضل حالة والمقاولين في حالة جيدة جدا فالدنيا مش بتقول إن الزمنك مكسبش المقاولين للزمالك pHسب المقاولين بالتاريخ بس الحالة اللي فيها المقاولين الحالة الجيدة والحياة اللي مكانتش جيدة النادي الزمانك ما تخليش المباراة يحصل فيها كده بص إيه اللي حصل بقى في المباراة نفسها سيد داني أنا الحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل في المطش أنا عدت كم يوم كده مش عارف إيه اللي حصل في المطش ده هو كان كابوس أيوه أنا بالنسبة لي كان كابوس بجد أنا فجأة ببص على اللوحة ستة كتير أنا مطش بص يعني كله ما كانش مقفل في المطش ده يعني عارف لما تلاقي كل العيوب أو كل مثلا عدم التوفيق كل حاجة ممكن تقولها في المطش ده يعني أخطاء مثلا أو كل أخطاء الموسيق تتجمع في مطش ده وعدم التوفيق تجمع بجد في مطش زمانك بجد يعني تحس انه تجمع كل الأخطاء دي كلها وجد في مطش المقلولين فهو كان مطش للنسيان وهو فعلا كان مطش للنسيان كمشة غيريب قال ايه بين الشوتين تحديدا؟ أنا عايزة أشوف الحالة يعني أنا متخلت أنا ما دخلتش بين الشوتين بصلا أنا كنت قاعد احتياطي فما دخلت في نشتين كنت بسخن في نشتين فما مش عارف هو قال إيه بس أنا متأكد منه واللي سمعته أنه هو كابتن شوئي يعني بيحول يفوق اللعيبة حس أن إحنا يعني فيه لعيب معنا صح كان دلدلت فلازم يفوق وده كان دور كابتن شوئي وكان دور الجهاز الفني أنه هو يقدر يفوق اللعيبة بس ما تعرفش يعني هو كان يوم غريب يوم غريب؟ يوم غريب خالص خلصت المطشي الزمالك وعودنا المقاولين أنه في المطشيات الكبيرة حاضر يعني هو في السنة دي تحديدة نندل كل الفرقة يعني ما عنديش مشكلة ما حده بنزل أي مباراك سبب بالضبط دا حيث وأنا شفت الكلام ده بعناي يعني جيت مباراة الأهلي والأهلي حاسم أموره وتخسر أربعة ليه؟ مش عارف والله يا سداني مش أقولك برضو بس يعني أنت بتلاعب فرقة مهما كان يعني نادي الأهلي في عزه يعني لما تلاقي الأهلي فيه قوي وقبلنا كذبان الزمالك أربعة أخذ أفراكية ومحاسم الدوري وإنت داخل المطش يعني إحنا داخلين عايزين نحسن مركز بدلا سابعنا ندخل سادس فالتعادل كان بنسبة لنا كويس المطش مشيت واحد واحد خلص شتر أول واحد واحد جون في أول خمسة شتر تاني أنت كما قولين بتلعب مباراة مفتوحة يعني أنا قلت حتى ساعة بعد المطش إن المباراة حلوة قدام الأهلي بالمناسبة بالضبط كنا علي مطش كويس تراحم تمن كور على الجولف دور الشت الأول إحنا ندل نادي الأهلي يعني نادي الأهلي مراحش غير بالكورة بتاع ديانجل اللي جاد جون دي وبعد جده إحنا يعني بلغة كورة إحنا ركبنا المطش رحنا وضيعنا وحاولنا فشتر تاني دخل جون في أول خمس زي من كورة سابتة خطأ كده فبيبارجل الدين شوية بلغة كورة يعني كده فزي ما بيقوله الزي انفلت خلاص اللي هو إي احنا بنحاول نتعدل يدخل فيه جون تالت نصه خطأ بيكلف كتير فده اللي حصل هل ده بسبب ان الماورين برضو ودي ميزة على فكرة مش عيبة انه الماورين من أكتر الفرق اللي شفنا عندهم شباب السنادي وعندهم لا دي حقيقة دي بقى هنا نقص الخبرات بعد ما بتحسم أمورك وبعد ما بتطمن فاللعبة بتهبط صح كده لا لا هو صح يعني يمكن نقص خبرات في بعض اللعبة لما تكون لعبة في الناس صغير مش عارفة يمكن في لعبة احيانا انت عندك خبرة لازم لما تلاقي النهاردة مش يومك لازم تقف ما تجازفش خلاص يعني النهاردة مش يومك فاقف خسران واحد ماشي ممكن تتعادل انما ما تقولش عايق تعادل واكسب لا يعني فكر في تعادل انما دي خبرات يعني يمكن لما كل عب صغير ياخدها المتشاط دي هي اللي بتجيب خبرات ايوة المتشاط دي بجيب خبرات علاق